بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بنبتدي المحاضرة التانية في مقرر اندستري اند بلوشنز اللي هو صنع وتلوث البيئة وزا ما احنا بنقول انه ايه هو التلوث التلوث is necessary evil of all development ان التلوث شر ضروري صاحبة ووكبة كل تقدم حصل فيه ونتج عن ذلك نتيجة نقص الثقافات في التعامل مع التلوث سوى كان هذا التلوث غازي او صلب وعندنا ترقومات كثيرة حصلت من نقص هذه الثقافة ولذلك فان مكافحة التلوث اصبح من الشواغل الاساسية او في التحكم في البيئة وبالتالي التلوث هو مشكلة من صنع الانسان ولذلك معظم الدول بدأت تحط سياسات للتعامل في كيفية التحكم في البيئة طب ايه هو التلوث what is meant by pollution التلوث هو undesirable change in the physical chemicals or biological characteristics of the air water and soil هو تغير غير مرغوب فيه في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للهواء والماء والطربة التي قد تؤثر بشكل اضار على الحياة او تخلق مخاطر صحية يبقى بتخلق عندي health hazards of any living organism ده divination للpollution عندنا another divination أو تعريف تاني البلوشان is thus direct or indirect change in any components of biosphere that harmful the living component in particular and disabled for man التلوث زي ما قلنا تاني تعريف التاني تغير مباشر او غير مباشر في اي عنصر من مكونات المحيط الجوي وبالتالي ضر بمكونات الحية وقد يؤثر سلبا على التقدم المصطناعي او الاصول الثقافية او البيئة العامة للحي او للمجتمع اللي موجود عندنا يبقى زي ما احنا شفنا هو التلوث وهذا الكلام لما اجا تكلم مستقبلا على تلوث الهواء او تلوث الماء هو اي تغيره غير مرغوب فيه يؤثر على حياة الانسان الحيوان الماء كل البيئة المحيطة بالمجتمع وبالتالي بيكون عندنا هنا ده تعريف اللي هو التلوث ان شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل ما هي الملوثات اشتركوا في القناة